بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شوية بسنة أولى أول مرة نتقابل فمبروك ليكم الكلية ولو أنها متأخرة شوية ولكن مبروك ليكم معلش يعني أكيد انت جرفتو الكلية صعبة شوية ولكن يعني من خبرة حد في سنة ستة أوكي صعبة ولكنها يولاد جميلة يعني الكلية والله مش وحشة ولكن بس تفهموا المذاكرة ازاي ويعني يكون عندكم شغل في الطب وهكذا وربنا يعينكم إن شاء الله وتخلصوا الخمس سنين بامتيازات وكلكم تتعينوا في الجامعة كمان وتوصلوا الأعلى المناصب كده في الطب إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مادة المايكروبيولوجي من المواد اللطيفة يعني في الطب مايكروبيولوجي مايكروبيولوجي ومن الأول خالص يا شباب كتيرمنولوجي بيولوجي دي يعني علم بايو يعني حيوي ومايكرو يعني صغير ده علم دراسة الكائنات الصغيرة المايكروبيولوجي هو علم دراسة الكائنات الصغيرة يعني أنا قدر أقول هو الساينس طبعا التعريف مايجيش في امتحان يا شباب هو الساينس العلم deals with مهتم بي أو concerned with study of micro organisms دراسة الكائنات مايكرو organisms مايكرو يعني صغير organism ده يعني كائم مايكروب المايكروبات الصغيرة فالحقيقة يا أولاد هم علمين بيهتموا بدراسة الكائنات الصغيرة أول علم اللي هو المايكروبيولوجي والباراسيتولوجي إن شاء الله لما تكبرهم وتبدأوا تذاكروا معادلات تحديدا اليوزملي المعادلة الأمريكية هتلاقي ان مافيش حاجة اسمها مايكروبيولوجي وباراسيتولوجي اللي اتنين مع بعض اسمهم مايكروبيولوجي ولكن عندنا هنا بندرس حاجتين مايكروبيولوجي وباراسيتولوجي في بعض المراجع زي ليبن كوتيا برضو لما تكبروا تبدأوا تجاروا في الحاجات دي ان شاء الله المايكروبيولوجي متقسمة عليك كده بمقياس على حسب المستارة كده والله مثلا لحد هنا بيتكلم ده المايكروبيولوجي أكبر من كده بنتكلم إن ده الباراسيتولوجي وندخل في البرازيتس وطفيليات أكثر وحدك فالمايكروبيولوجي نرجع تاني هو العلم المهتم بدراسة المايكرو أورجانيزمس والمايكرو أورجانيزمس هنا بتتقسم لحاجتين لما نيجا بصينا على المايكرو أورجانيزم استحت الميكروسكوب لأنها بتتأسم لحكتين قادي النوع الأول وقادي النوع الثاني لما بصينا لقينا النوع الأول ده عامل كده ما فيهوش نواه ده فيه دي النقيم تجمع في حتة كده وشوية ريبزومية ولو خدت بالك يا شبابي أنا رسم الريبزوم باللون الأزرق لأن الريبزوم كان بيزوفيلك وشوية سيتوبلازم هل فيه نواه ما فيهش نواه نواه باللاتينية يعني كاريوت النواه باللغة اللاتينية معناها كاريوت كاريوت باللاتيني يعني نيوكليوس ولكن يا شباب هل دي نواه حقيقية لا دي نواه لسه أولية لسه في البداية لسه حاجة برو لما حاجة أولية بنقول عليها برو برو كاريوت اللي هي يا ولاد بالعربي أوليات النواه خدتوها كلكم في السنوية أو الاعدادة أوليات النواه طيب جينا للنوع الثاني من الكائنات لا أنا أعمل كده كبير ودي نواه ودي دي إيه دبل استراند فازي ما يخطوه في الجينيتيكس ودي نيوكليولاس نواية ودي فيه رايبوزومات طبعا الريبوزومات لازم تكون موجودة لما نيجي بعد كده في الانتوبيوتكس والانتو ميكروبيا هقول لك إحدى الميكانيزمات اللي بموض بها البكتيريا أن أنا بضرب الريبوزوم أو بضرب النيوكليوس اللي هي اللي هي بتاعها ليه لأن الحاجات دي اسسينشل فور لايف ودي الراف اندوبلازمي كريتيكلوم قد استضادوا رايبوزوم استضادوا ويز رايبوزوم عليها شوية رايبوزومات كتير كده عشان كده واخدى اللون الأزرق وتحتيهم جولجيا هتلاقي جولجيا أبريتوس وفيه فيزيكلز موجودة أوكي وكل حاجة يا أولاد موجودة يعني هتلاقي فيه طبعا ميتوكوندريا موجودة بالستيرن بتاعتها هتلاقي سموس اندوبلازمي كريتيكلوم كل الأورجانيلز موجودة هنا ولكن اللي يهمنا هنا يا شباب النواة النواة قدامك النواة باللاتيني يعني كاريوت كاريوت يعني نواة النواة حقيقية ولا مش حقيقية طبعا حقيقية ادي النيوكليار ممبرين الغلافي النواي زي ما درستو في الاستيرجي ودي النيوكليولاس النواية زي ما درستوها ودي النيوكليولاس النواية زي ما درستوها ودي النيوكليوس كامل هنا ومستقر فسمناها ترو نيوكليوس النواة الحقيقية الكائنات ذات النواة الحقيقية ترو دي باللغة اللاتينية اسمها ايو فبقى اسمها ايو كاريوت يعني حقيقيات النواة من الاول يا ولاد مايكروبيولوجي يعني ايه مايكروبيولوجي اولوجي يعني علم ومايكرو يعني الكائنات الصغيرة هو العلم المهتم كونسيرند ويز كلمة كونسيرند ويز مهتم بيه او مهتم او ديلز ويز دراسة الميكرو غير مетровي نظف محدد لقفته الضر نظيف ايه والله هى قسمناهم على حسب النواه بصينا على النواه لقيا بعض الارجانيزمات النواهولي فى مش نواه ده لسه اولية لسه فى البداية مقديرша اقول عليها نواه حقيقية دهو قريق لي متجمعين مع بعض هال في غلاف محاوط دين ايه مفيش غلاف محاوط الدي والبداي هال في نكنق результат كاريوت باللاتينية يعني نيوكليوس. النواة اللي عندهم اولية. طب الايوكاريوت. الايوكاريوتس لأ. الايوكاريوت يعني نواة وايو يعني حقيقة. النواة حقيقة. ادي الدي ان ايه? ومتحاوض بالنيوكلير من بين الاغلاف نووي. واد النيوكليلوس موجودة. من حيث الارجانيرز هنا ما فيش اي ارجانيرز خالص يا ولاد. فقط الريبوزون فقط. هنا لا هنا في الريبوزون في الميتوكوندريا في الجورج اوبريتوس في في الراف اندوبلازمي كريتيكلم في السنترومير في كل حاجة يا ولاد موجودة موجودة هنا. اول حاجة في المايكرو بنسمي لها ونقارن ما بين البروكاريوت والايوكاريوت. طب يا دكتور. المايكرو مهتم بدراسة مين? مهتم بدراسة بشكل كبير قوي البروكاريوت. دي بتاعتنا في المايكروبيولوجيا. وبعض الايوكاريوتس الفانجايين. اللي هي الطفايلية. طيب تعال نقارن ما بينهم. اول حاجة من حيث الصيز. اول وجه مقارنة من حيث الصيز. من حيث الحجم. دي قدام حضرتك صغيرة. ده كل اللي فيها شوية دي اي اي وشوية رايبوزومز. طب دي دي لارج. يعني كان مفروض ارسمها اكبر من كده بكتير. لارج. ليه لارج يا ولاد? فيها نواة. وفيها رايبوزومات. وفيها كمان الارجانيلز الباقية. دي كبيرة جدا. طيب خلصنا من حيث الحجم. نقارن من نحس. اللي هو الغلاف النووي. الغلاف اللي محوط النواة. يا ولاد هل هنا اصلا فيه نواة? في البروكاريوتس. هل فيه نواة اصلا? لا. مفيش نواة. ده شوية دي ايه? مفيش حاجة محوطاهم. يبقى هل فيه قدام حضرتك هنا? مفيش غايب. طب هنا فيه نيوكليار ممبرين؟ اه. طبيعي طبعا. ده هنا نيوكليار ممبرين. ده نيوكليار ممبين وبه ادي انيه? وديieten نيوكليولوس. وبالتالى فيه هنا طبعا نيوكليار ممبرين موجود. طب من حيث نيوكليولوس. من حيث نيوكليولوس نيوكليولوس. من حيث النواة الصغيرة دي. هل هنا فيه نواة صغيرة? قدام حضرتك في الرسمة. طبعا مفيش. هو اصلا فيه غلاف عشان يبقى في جوه جوه نوائية صغيرة مفيش وبالتالي هنا مش موجود طب هنا في نيوكليولاس موجودة وبنورة قدامك يا شباب لموجودة أصلا في نيوكليار ميمبرين فالنيوكليار ميمبرين محوط الدي ايه ومحاوط النيوكليولاس جوه فموجودة تمام التالتة في نفس المكان الدي ايه نقارن من حيث الدي ايه الدي ايه هنا كائنات اولية النواة هل هيكون معقدة طبعا. لازم هيكون بسيط قدامك او يا شباب. مدورة راسمه دايرة. الرسمة دي يا شباب رسموها عندكم. هي مرسومة فيه رسمات في مذكرة صفحة اثنين. الرسمات واضحة ولكن برضو لو بتحب ال 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 هند ميت ممكن ترسموها عندكم. مدور يعني circular. نوت كومبيكس التبداه. اديه انيه اللي حضوريك درسته في الجينيكس؟ لا طبعا. بتاعنا. دي ودابل ستراند دي انه كمان. بس كده لأ. ده انت حضراك دراست فلستوليشي انه دي انه بتاع الانسان حوالي متر او اتنين متر. كنت بافضل عمل له كايلينج ولف 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 واكتر كتير قوي عشان احطه في نوالة ترى بلاين المجردة. اه لو حضراك فاكر كنت ازاي بعمل له عملية دي من الجينيتكس. على حاجة اسمها هستونز. هستونات تمانية هستون وبعدين بربط بلينكار دي ان ايه من الهستونات وهكذا. وبالتالي فيه هستونات لازم لازم ل تكون موجودة عندنا. احنا مثال الايوكاريوس لازم يكون فيه هستونات عشان نلف على دي انه لانه كبير وكمبلكسد. فتاني من حيث دي انه دي انه هنا قدام حرارك في الرسمة سيركلر مدور. طيب هنا. لا ده هنا كمبلكسد ودابل ستراند وهكذا. وان كان ده برضي ولا الدابل ستراند. طب فيه هستونات هنا لأ. الدين هنا بسيط. لكن هنا معقد ولازم يدخل في نواية صغيرة قوي لا تورى اصلا بالعين المجردة. وده محتاجة ميكروسكوب وتجبيرات كبيرة كمان ففي هستونات عشان الف في المتر بتاقي دي انه ده. حوالين الهستونات دي. ويا ولادي وانت حضراك بتذاكر. لازم تبادرينس وانت بتذاكر في الطب. ازاي. لازم تسكم حاجات كتير. الصيز اوكي من الرسمة. يفكرك بالنيوكليولوس يفكرك بالدي ان ايه. المقارنة دي ما تجيش ريتن يا شباب. ولكن دايب بس. ده نظام حضراك في المذاكرة. انا عايز اذاكر فيه عنده مقارنة من سبعة او تمانية ايتمز. اه ومتلغبة فيه ومحتاج احفاظهم لازم اسكم كل شيء مع بعض. النيوكليار ميمبرين. بفكرني بالنيوكليولوس بتديه انيه. ادي النيوكليار ميمبرين برا. جواني يوكليولوس جوادي انيه. التلاتة في نفس المكان. فلازم افتكرهم كده على بعض. تمام. تالت حاجة. او خمس حاجة بقى. من حيث السيل وال. السيل وال ده جدار. خلوي. الحصة الجاية ان شاء الله هنتكلم تفصيليا عن السيل وال. وده سؤال مهم في الامتحان وحصة مهمة جدا. السيل وال ده. اه. هل حضرتك درست. احنا مثل الايوكليوس. درست في الاستولوجيا. حاجة اسمها سيل وال? لا. انت مدرست في الاستولوجيا حاجة اسمها سيل وال. درست سيل ميمبرين. سيتو بلازميك ميمبرين. ولكن مدرست السيل وال. وبالتالي السيل وال مش موجود هنا. مش موجود في الايوكليوس. ومش موجود في حقيقيات النواة. مش موجود في الانسان. موجود فقط في اوليات النواة. تمام. السيل وال يفقرك بالسيتو بلازميك ميمبرين. ده بسيط جدا. في الانسان يا ولاد كان مكون كده. كان مكون كده. وبوريتين عاملت شانل وهكذا. هل هنا احنا مثال اللي حضرتك درسته الفيستولوجي. هي الخليجة بتاعت الأيوكاريوتس. درست حضرتك السلمي مبيلين الفيستولوجيي وده كان رسمته. في هنا فوسفوليباي لير. يعني يا ولاد اقدر اقول عليها76. الناس اللي ذاكرت Schl states Comme Phenetor Bion. اقوموا ان في حاجة في البايو يسمعها hásterولز. اقدر اقولfi ان الفوسفوليباي ستيرولز اوكي. فهنا في ستيرولز. هنا في فوسفوليباي. هنا في فوسفوليباي. لا طالما هنا يبقى اكيد مش هنا يا ولاد. طالما في فوسفوليباي هنا. يبقى فما فيش فيس في لابت هنا. تانيούμε المقارنة من حيص الصغيرة دي كبيرة نحوط صغير طلبة الح vaping. ظاهرة حضرتك علي الرسمه. هل هنا فيه روس حيثةios dwarves سليم؟ لا ما فيش وفتالةوب هنا فلا تبيح общ вот puisque هذه الفضائرات يوجد هنا. هنا في روس حيث Liveواroot دي نحوط هدو موجود. آه محوط inne ما فيحوط في الباقرة فبالتالة يوجد موجود. الحيثة الNがيوجonden. النوياية الصغيرة هل هنا نوياية الصغيرة وقدام حركة في الرسمة؟ فلا تبيح وبالتالي ابسنت هو في اصلا نيوكليار ميمبرين عشان احاوط النوياية او النيوكليورس الصغيرة دي مفيش طب هنا لا ده هنا في نيوكليار ميمبرين ما حاوط الدين ايه وكمان موجود نيوكليورس موجودة الدين ايه قدام حضرارك هنا دين ايه بتاع بكتيريا يا شباب اكيد سيمبل بسيط البكتيريا كلها كائن بسيط سيركلر مدور قدامك اوه ولكن بتاع الانسان ده كومبليكس دي انه معقد جدا ده ملفوف حوالين هستونات لانه كبير جدا ومحتاج ده خلوه في خالية صغيرة جدا فلازم الفه حوالين هستونات والفه كتير وكتير وكتير وهكذا طب السيرول اللي هو جدار الخلوي هل خلايا الانسان احنا مثال هل خلايا الانسان فيها جدار خلوي يعني ايه جدار خلوي يا حضرتك يعني طب ابسط من كنهار حضرتك درست حاجة اسمها سيرولف الهستولشي الهستولشي بدرس الانسان درست انت سيرولف الهستولشي لأ معدش عليك سيرولف الهستولشي وبالتالي موجود اواش موجود فينا لو موجود فينا كان زمن ك درسته في الهستولشي مش موجود عندناش وamentos ما جاء لكم في ايم اس كيو في الهستولوج ولا في أي مكان او في البايو. وقال لك قل لي يا حبيبي مكونات السلميمبرين. دي السلميمبرين. قل لي مكونات السلميمبرين. هتقول له لبت. قال لك وايه تاني. قل له بروتين. وقف. اسكت. صمم وفادل مصر. قال لك وايه تالت. لازم وانت وشك احمر كده ومكسوف ووشك في الارض. قل له كربوهايدريت يا فن. ليه? كربوهايدريت بنسبة لقليلة او يا ولاد. لبت وبروتين واستنى. طلب التالتة كربوهايدريت. ما طلبش التالتة تقولش كربوهايدريت خلاص. لانها بنسبة لقليلة جدا جدا جدا. تقريبا من الاتنين لعشرة في المعين. السلميمبرين يا شباب. السلميمبرين هنا كده الوقتي مكونات من فوسفليبتز. ستيرولز. يبا هنا مفيش فوسفليبتز ومفيش ستيرولز. تماما نكمل من حيث الميمبرينوس أورجانيلز. ميمبرينوس أورجانيلز. ويا ولاد. كل الأورجانيلز اللي في الخلايا اللي حضرتك درستوها لها ميمبرينوس أورجانيلز استثناء اثنين. وقف الفيديو وفكر فيه. اللي هما. اول حاجة الريبوزوم والسنترومير. كل الأورجانيلز اللي حراءة درستها هي ميمبرينوس باستثناء السنترومير اللي بيشارك في انقسام الخلية وباستثناء الريبوزوم. الميمبرينوس أورجانيلز والأورجانيلز اللي هل موجود هنا في البروكاريوتس ميمبرينوس أورجانيلز؟ كل اللي موجود دين ايه؟ والريبوزومات. الريبوزوم مش ميمبرينوس أورجانيلز. هل فيه أورجانيلز تانية موجودة اصلا؟ لا مفيش. طب هل فيه ميمبرينوس أورجانيلز؟ حضراك مفيش أورجانيلز تانية اكيد مفيش ميمبرينوس أورجانيلز. طب في الانسان في الايوكاريوتس؟ لا فيه ميمبرينوس أورجانيلز. ده فيه ده في ميت كوندري لها منبرين ده في رفع اندو بلاسما كريتيكلام حاجات ده كلها. تمام بعد الممبرينة أورجانيلة. الريبوزومات. الريبوزوم مرسوم قدام حضرتك في الاتنين. ولازم يا ولادي يكون موجود في الاتنين. الريبوزوم ده هو اللي بولد البروتين في الخليجة لازم يكون موجود. هنا موجود ريبوزوم وهنا موجود ريبوزوم. لكن هنا الريبوزوم سبعين اس. وهعلق لك على الحتة دي دلوقتي. وهنا تمانين اس. نظري ابنكم على طريقة التقاسر. وبعضها التقاسر والبكتيريا وبعضين يعرف. البكتيريا التي تتقاسر بالبكتيريا. انقسام سنائي وبائناري. انقسام سنائي أو انشطار سنائي. طب هنا. لا هنا سكشول. هنا يا ولاد البكتيريا متوسول. معيوزس الميتوزيس بنتقسم بالميوزوس والميوزوس السيكشول. الحضرتك هنا بكتيريا. في المايكرو بنهتم بالبكتيريا كبير جيد كتير جدا بكتيريا والبي مع البي لو ناسي لو لسه في البداية حضرتك مش قدر تسكي من البي تفقرك بالبي. مثال البروكاريوتس هو البكتيريا بي بي. بكتيريا لكن هنا هنا في فانجار. هنا في مان في هيومان هنا في بلانت وهكذا. تمام يبتاني يا شباب نعيد المقارنة سريعا. المايكروبيولوجي هو علم. المايكروبيولوجي هو علم مهتم بدراسة الكائنات الصغيرة. جينا جبنا الكائنات الصغيرة دي وبصينا على النواة بتاعتها. والله لقينا. في نواة مش حقيقة. ده شوية دي ان ايه بس كده لفين على بعضهم وخلاص. لليهم غلاف محاوتهم ولا لهم نيوكليلس معاهم ولا لهم اي حاجة. حاجة بسيطة سيمبل جدا جدا. عاملة شكل دايرة ومحاوطة نفسها. فما هيش ما وصلتش لدرجة انها تكون النواة. فسمناها آآ برو كاريوت. كاريوت باللاتنية يعني نواة. وبرو يعني اولية اوليات النواة سمناها برو كاريوت. بما يجو اللي حضرك يعني ايه حبيبي برو كاريوت. طولوا الله يا دكتور الكاريوت دي يعني نيوكلياس وبرو يعني اولية. يعني النواة عندهم لسه مش حقيقة. ده لسه نواة بدائية. بدائيات النواة. شوية دي ان ايه لفين حوالين بعض وخلاص. ما لهمش لنيوكليار ميمبرين ولا اي حاجة تانية. طب النوع التاني ايو كاريوت. الايو كاريوت دي. ادي ان ايه كومبليكسد. لفف حوالين بعضه. ومتحاوط بنيوكليار ميمبرين. وفي نيوكليولس. فجينا قررنا ما بينهم. اسمها ايو كاريوت. ايوب اللاتنية يعني حققية. وكاريوت يعني نواة قاررنا ما بينهم. فقاررنا من حيث الصائز. من حيث الحجم. والله من حيث الحجم ل بصنا على الرسمة ما فيش نيوكلياور ميمبرين بالتالي موجود هنا فيه نيوكلياور ميمبرين به! موجود من حيث نيوكليولس هنا أصلا ما فيش نيوكليولس وبالتالي ما فيش نيوكليولس ما فيش نوية هنا موجود نيوكليور ميمبرين ودعوه النيوكليولس أها تمام من حيث الـ DNA وقلنا التلاتة يفكر وحدراك ببعض القنعة عن الثلاثة موجودين في نفس المكان Add the leESE Add the nuclear membrane add the DNA في المقارنة التلاتة يفكروك ببعض لو حضرتك افتكرت واحدة منهم لازم تفتكر اللي تانية تانية ادي ان ايه هنا سيمبل وبسيط هنا سيركلر مدور كده لكن هنا كومبليكسد وضابل ستراند وما احتاج الهسطونات اللي بفاق عليه واعمل كويلنج على الهسطونات عشان اقدر ادخله في الخلية من حيث السيلول السيلول ده يا ولاد حضرتك ارسم للرسمة وزويد لعليها دي هو ممبرين محوط السيل ممبرين ممبرين محوط السيتو بلازمك ممبرين ممبرين اضافة هنا في طبقتين هم ده السيل ممبرين موجود هنا وموجود هنا هنا السيلول موجود هنا مش موجود هنا وهندرس السيلول ادي السيلول هنا موجود سيلول هنا مش موجود سيلول طب السيل ممبرين والله لما كنا بنرسمه الحضراتك في الهسطولوجي كنا بنرسم فوسفليبت بايليير وبورتين والبورتينات كانت انتجرى البروتين وبريفرال بورتين وهكذا في فوسفليبت بالير. في لبيت هنا. في ستير مامبريناس أورجانالايزي. كل اللي موجود في البروكاريوتس. 1 حاجتيين. والله بكتيريا غلبانة. اولية. كل اللي موجود عندها شوية دينيه. شوية ريبزومس. هنا. لا موجود دينيه وريبزومات ورافيندوبلازم كريتيكلم و اس ا ار. وجلجة ابريتس. والحاجات دولها. كل كل الارجانالزم أرى ريبزومس وسنترومين. هنا في رافيندوبلازم كريتيكلم في ميتيكويندريا وبالتالي في شعر. لهنا في في لكله. ما فيش ميمبريناس ارجانيليز? لأ ما فيش ميمبريناس ارجانيليز؟ حضر رأيك كل اللي موجود دينة هي dwellرة هنا مفيش الأنذ floor res После الملوحين من براين أصلا وبالتالي مفيش ه 되ش هنا في منبرينة السر. ريبيزمات هنا سبعين اس وهكولك يعني سبعين اس دلوقتي وهكولك المدحوظ عليها وهو امسكوة مهمة تيجي في المتحاناتний الربروديكشن البكتيريا تتكاثر لا جنسيا بايناري فيجن انشطار سنائي. احنا كمثال الايوكاريتس. الايوكاريتس تتكسر سيكشوال مايوزيس ومايتوزيس. اجزامبل بكتيريا. حضراتك لسه من تشعرف يعني اوليات النواة ويعني هي بدايات النواة. والله اوليات النواة بكتيريا بروكاريتس. بكتيريا بروكاريتس. بي مع البي. هنا فانجاي وهيومان وبلانتات وبلانتس وحكذا. اه دكتور يعني سبعين اس ويعنيه تمانين اس. حكاية الريبوزون. الريبوزونت يا شباب هي واحدة تصنيع البروتين في الجسم. درستوها استوليشي ودرستوها بايو وهيزي درسوها مايكرو هكذا. الريبوزومت في البروكاريتس سبعين اس. في الايوكاريتس ثمانين اس. ولكن الريبوزوم عمتا بيتكون من اثنين سابيونت. اثنين سابيونت. واحدة تاني. واحدة كبيرة. واحدة صغيرة. ولتكن الكبيرة اي والصغيرة بي. واحدة تاني. السبعين اس دول بيتقزمه. والاس يا ولدي يعني سيدمنتشن. سيدمنتشن. يونت. وحدة ترسيب. مثال بسيط. دي بتتقزم. السبعين بيتتقزم لخمسين اس. وحدتين الكبيرة خمسين اس والصغيرة. ثلاثين اس. ايه ده دكتور? خمسين وتلاثين ثمانين. جاءت من سبعين. اقول لها حضرارك دلوقتي. والثمانين اس دي بتتقسم. ستين اس واربين اس. ايه دكتور? اربعين وستين مية. المجموع تمانين. المجموع مية زي تمانين. اقول لها حضرارك دلوقتي. ولكن قبل ما اقول لها حضرارك أعرف ان الريبوزومز نوط اديتف. وحفظ الكلمة دي كويس قوي. نوت اديتف. ما بيتجمعوش على بعض. لما تجيلك في الامس كيو. اه ومهمة قوي في البايو الحتة دي وفي الهيستوريج. اكيد اتقالت لكم. الريبوزومات نوط اديتف. مش بتتجمع على بعضها. السابيونتس و وحدات الريبوزومات نوط اديتف. مش بتتجمع على بعضها. يعني ستين واربعين مية اوكي ولكن الك كل هي ثمانين لما تتأسم تبه ستين واربعين ازاي هقول لحضرتك دي سبعين بس دي لوحدها خمسين ودي تلاتين دي اولاد رسمة الريبوسوم ودي السابيونت ايه وسابيونت بي هنا خمسين فدي اربعين و عشرة و عشرين حضرتك تعالج معلي سابيونة ايه لوحدها قولي سابيونة ايه ده بتكاوي كام اس كام سيد من تشعنونت ادي 40 وده 10 اعني بتكاوي بتساوي 50 طيب والبي والله البي بتساوي 20 وده عشرة. يعني البي بتساوي 30 طيب مجموعة ما على بعض ايه? ايه? اده 40 و10 خمسين و20 سبعين. يوب بالتوتل 70. جات منين ياولاد? فيه جزء مشترك. لو حسبت ده الواحد وبحسب الجزء المشترك معاه. لو حسبت ده الواحد وبحسب الجزء المشترك معاه. طيب لو حسبتهم الاتنين على بحس بالجزء المشترك مرة واحدة. وبالتالي بنقول على رايبوزومات ان هي لا تجمع. تمام. وبالتالي دي برضو يا أولاد زيها. هتعمل لي دايرة كبيرة. وجزء فيه تفطح كده. وتحسبها لي برضو زيها. اللي عايزين نطلع منه ان رايبوزومات لا تتجمع عشان حد ما نيجي لحصة رايبوزومات ان شاء الله. خلصنا دي يا شباب بسرعة. اللي هي بتاعة المقارنة بين البرو كاريتس والايو كاريتس. يعني بتيجي في الامسكيات كده. حقاك تسمعها مرة وتقراها مرة يعني وخلاص. نبدأ برضو شوية بيزيكس. للميكروبيولوجي. مش مهمة متحانيا قوي ولكنها بيزيكس عشان يعني اللي هو تفهم الدنيا في الميكروبيولوجي بعد كده ازاي. الشيب بتاع البكتيريا. شكل البكتيريا. وشيب لها اسم تاني عندنا في الطب بنستخدمها على طول. المورفولوجي. الشكل بتاع البكتيريا دي. والله الشكل بتاع البكتيريا لما جينا حطناها تحت الميكروسكوب لاناها خمس اشكال. اول شكل ده. لقينا البكتيريا شكلها دايرة. عاملة كده. يعني. فسمناها كوكاي. في المذكرة هتلاقيني عملك دي بلون ودي بلون. يعني اللي فيها او مع الاو. الكوكاي اوفل. طب الشكل التاني. عصيان كده. سمناها باصلاي. عصايا باللاتنية يعني باصلاي. او رودز. ما بنستخدمش رودز دي كتير يا شباب. الشكل التالت والله عاملة شكل كوما شيب. شكل كوما. كوما يعني فيبريو. كوما باللاتنية يعني فيبريو. طب الشكل الرابع سبايروكيت. وسبايروكيت من اسمها. يعني سبايرل. حلزونية. كده. بكتيريا حلزونية. كده. طب الشكل الخامس سبايرلم. ودي مش عايزها يا شباب غير اسم فقط. يبقى على حسب الشيب. او على حسب الميرفولوجيا قسمت البكتيريا. والله قسمت البكتيريا. لو لاقي بكتيريا مدورة. والاو تفقرت بالاو. يعني كوكاي. فحضرتك لما تلاقي بكتيريا مدورة يبقى اسمها كوكاي. بكتيريا مدورة كوكاي. طب لقيت بكتيريا شرط. عاملة زي العصايا كده. هسميها باسلاي. باسلاي يعني شرطة. يعني عصايا. او رودز. بنستخدم اسم باسلاي اكتر. لقيت تقامة شيب دي شكل الكومة. يبقى فيبريو. لقيت حلزونية. بكتيريا حلزونية. شباح بتاعة مرض الزهري. يبقى سبايروكيت. وسبايرل. سبايرل. برضه حلزوني. تعالي ناخدهم واحدة. الكوكاي. عاملة زي الكوكاي دي. الكوكاي الاو اها يعني اوفر. والاو يعني دايرة. بكتيريا عاملة شكل. دايرة. والله حضرتك بص. لو بصيت و لقيت. دايرتين. مسكين في بعض. يعني بكتيريتين. بس دي بكتيرياية. مكونة من دايرة. وكل اتنين مسكين في بعض. كده. مسكين في بعض. كده مسكين في بعض. كده مسكين في بعض. كده مسكين في بعض. يعني بيرز. ازواج مع بعضها. بسمي دول دي بلو. دي بلو يعني زوج. دي بلو كوكاي. والله البكتيريا اللي مدورة. بس اللي في شكل دي بلو. اللي في شكل كابلز يعني. اللي في شكل بيرز. ازواج كل اتنين مع بعض. طب لقو لقيت كده. عاملين سلسلة. سبحة. مسكين في بعض بالشكل ده. سبحة. والله المدورة اللي عامل شكل. سبحة. يعني استريبتو كوكاي. استريبت يعني سبحة. وكوكاي يعني دايرة. البكتيريا المدورة اللي مترتبها في شكل سبحة. فاسمها استريبتو كوكاي. طب رقم ثلاثة. والله لو لقيت عاملة كده زي عنقود العنب. كده. تجمعات كده. عاملة كده زي عنقود العنب. ملغبطة مع نفسها كده. وطلع برانشات وهكذا. عنقود العنب باللاتين اسمها. ستهلو. فاسمها ستفيلو كوكاي. يعني البكتيريا المدورة اللي عامل شكل عنقود العنب. تاني يا شباب ديبلو يعني زوج. يعني كل اتنين مع بعض بيرز يعني ازواجت اتنات اتنات كده يا شباب. والبكتيريا اسمها كوكاي. البكتيريا المدورة اللي اسمها ديبلو كوكاي البكتيريا المدورة اللي مترتبة في شكل أزواج آدي بكتيريا مدورة بس دي زوجين واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنين كل بكتيريتين مسكين في بعض فبسميها ديبلو كوكاي ليه كوكاي؟ لأنها بكتيريا مدورة ليه ديبلو؟ لأنها أزواج في بعضah يبعا ما حضرتك يقولك ديبلو كوكاي زي النياسيريا مثلا يا구나 نايسيريا جونريا تغضاف من الروبرداد من شاء الله وسنة ثانية هي البكتيريا المدورة اللي مترتبها في شكل أزواج طب ستريبتو كوكاي ستريبتو يعني شريط سبحة سلسلة كوكاي يعني بكتيريا مدورة فهي البكتيريا المدورة اللي مترتبها في شكل سبحة في شكل سلسلة طبعا ما يقول لك استفيلوا كوكاي والله استفيلوا كوكاي يعني عنقود عينب البكتيريا المدورة كوكاي يعني عنقود عينب تمام آآ خلصنا من الكوكاية. تعال لتاني نوع الباسللاي. او الباسللاي يعني شرط. لا اسم تاني رودز. يعني شرط. تمام. آآ اول حاجة لو لقيت الشرط عاملة شكل كده. ده شكل ايه اولاد سبحة. سبحة اللاتينية يعني. فبسميها. يعني سبحة. ستريبتو كوكاي ولا باسللاي? ستريبتو كوكاي يعني البكتيريا المدورة اللي عاملة سبحة. لكن دي شرط. فبسميها ستريبتو باسللاي. ستريبتو باسللاي. يعني ايه باسللاي? يعني بكتيريا شكلها عصيان كده. طب يعني مترتبة في شكل سبحة. طب لو مترتبة بشكل سبحة. بس ، انتم من منها برانشات. بسميها لاجةو باسللاي. البكتيريا المدورة اللي شرط شكلها شرط بس yük hops priests مترتبة وشكل سبحة واضحة لهي منها برانشات. لو لقيتنا شبه الحروف الصينية. سبحي لشينيز لترز. الحروف الصينية الغريبة دي. شبهي لحروف الصينية شينيز لترز. فدي بسميها ديفتيريا. ديفتيريا. نوع من البكتيريا اسمو ديفتيريا في المايكو تيوبير كلم ليبرا اللي عندك اللي عملة شكل الماس في المذكرة دي مش عايزها يا شباب. يبقى نعيد تاني اهم نوعين خدناه والله احنا اخدنا دلوقتي نوعين في شكل البكتيريا. بكتيريا مدورة. سميت البكتيريا المدورة دي كوكاي. البكتيريا المدورة دي هبص عليها على الشريحة تحت الميكروسكوب هلقي اقدا شكل من تلات اشكال. لاما كل اثنين مسكين في بعض. كل اتنين مسكين في بعض يعني ديبلو. زوج يعني ديبلو. وهي مدورة فاسمها ديبلو كوكايل. لاما عاملة سلسلة. سلسلة يعني ومدورة يعني اسمها كوكايل. لاما عاملة يعني تجمع. او زي عنقود العنب. عنقود العنب باللاتيني يعني ستاف. فاسمها ستفيلو كوكايل. البكتيريا المدورة اللي مترتبة في شكل عنقود العنب. تمام. تاني نوع هبص في الميكروسكوب هلاقي اعمل شرط 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 كده فاسميه شرط يعني بس اللاي الشرط دي والله هابص عليها تحت الميكروسكوب لقيتها مترتبة في شكل سبحة فاسميها سبحة يعني ستريبتو هنا كون كنت قيلة انها دوائر هنا بس اللاي لانها شرط يوبا البكتيريا اللي في شكل شرط بس مترتبة في شكل سبحة طب لو لقيتها سبحة كده بس طلع منها برانشنج برانشات هسميها لاكتو بس اللاي دول الاتنين اللي مهمين يا شباب تمام طب هل في انواع تانية يا دكتور اه يا حبيبو قلنا ان هم خمسة النوع التالت كل اللي انا عايز فيه بكتيريا عاملة زي الكومة فسميها فيبريو يبقى ايه الفيبريو دي الفيبريو بكتيريا عاملة زي الكومة شبط شكل الكومة وهي مطايل بكتيريا شبه الكومة ومطايل زي مين زي نوع اسمه فيبريو كولرا اللي بيعمل مرض الكولرا وباء الكولرا اللي كان موجود زمان دا يارية دا كان بيعمل اسهال وجفاف اه وموت ناس كتيري الوباء ده تمام دا اللي انا عايز حضراتك تعرفوا منه يعني يعني شبه القامة وهي بتتحرك وزي الكولرا كل اللي موجود عندك تاني في المذكرة كيرفيد والحاجات دي يعني مش محتاجها قوي طيب رقم اربعة سبايرو كيتس سبايرو كيتس سبايرو يعني سبايرا الحلزونية بكتيريا حلزونية فانا محتاج حرارك تعرف فيها ان هي بكتيريا سبايرا حلزونية وان هي مطايل بتتحرك وتعرف لي مثال عليه فيه تلات امثلة في المذكرة اول مثال اللي مهم جدا اسمه تريبينوما باليدم تريبينوما مكتوب في المذكرة تريبينوما تريبينوما باليدم بتاع مرض الزهري تغضوه في الربرو داكتا في مرض سيكشولي ترانسوميتد دي سيز لا اختصار كده يا ولاد تريبينوما باليدم ده اختصار كتبوا الاختصار ده عندكم مهم بيجي في الامس كيو النوع التاني بوريليا مش بنفس اهمية تريبينوما باليدم التالت لبتو سبايرا لبتو سبايرا مش بنفس الاهمية برض يا ولاد احفظوا تريبينوما باليدم ويكتبوا الاختصار ده عندكم في المذكرة مهم جدا يبقى دلوقتي اربع انواع والله لو البكتيريا شكل دايرة ومترتب اسمها كوكاي لو الدايرة دي مترتبه كل اتنين في بعض بيرز يعني ازواج فبسميها ديبلو كوكاي ديبلو يعني بيرز ديبلو كوكاي هبص على البكتيريا لقيت شكل دايرة بس مترتبه في شكل سلسلة فاسمها ستريبتو كوكاي هبص عليها هلاقي التدايرة بس مترتبه تشينز كده سلاسل في سلاسترز او عنقود عناب تجمعات سماها ستفيلو كوكاي الباص اللاي والله هعمل هبص عليها يعني شكل شرط هبص عليها لقيت شرط بس عاملها شكل سلسلة فسلسلة يعني ستريبتو فاسمها ستريبتو باص اللاي طب سلسلة وطالع منها فروع لكتو باص اللاي طب الفيبريو دا والله عبارة عن قاما شابتو فاسمها قاما شابت الفيبريو يعني قاما شابتو فشكلها قاما شابتو زي الفيبريو كله راح سبايرو كيت سبايرو يعني حلزون البكتيريا عملة شكل حلزون زي التريبنوما باليضم ومطايل اه خمس نوع سبايريلا اسمهم فقط سبايريلا اسمهم فقط يا شباب يببو الله خمس حاجات كوكاي وباص اللاي وي فيبريو سبايرو كيتس وي سبايريلا سبايرو كيتس دي اسمها عندنا في الطب العشوائيات تمام يا شباب اه فيه تاني للبكتيريا اه اللي هو بقى على حسب الوظيفة بتاعت البكتيريا او هكذا والدراسة اه والله ده برضو بيتقسم لخمس حاجات برضو يولاد مش هيجي في اللي متحاني يقول لك البكتيريا او مش هيجي يقول لك صعب او السؤال ده ييجي يعني ولكن ده من اجل بالفهم الحضرات الاك blade بتتقسم برضو خمس حاجات رقم واحد فيلامينتز فيلامينتز زي يعني خيوت فيلامينتز بكتيريا خيوط خيوت كده محتاج حقو Vote تعرف فيها كلمة واحدة فقط الفلامينتز دي بتطلع مضادات حيوية زي باولف получ Bluetooth م مضادات حيوية زي ال Filamentos jestlyn to myc بل فلاماينتز عاملة شكل خيوت بتطلع تاني حاجة التروبكتيريا ودي مهمة لنا فيها حكاية تروبكتيريا تالت نوع تالت نوع خدنا واحد منهم قبل كده سبايروكيتس العشوائيات اللي عاملة شكل حلزون طيب رابع نوع المايكو بلازمة ولما لا تشرح لحضرتك السيروول هقولك دي فيها ام سكيو في غاية الخطورة ام سكيو تحتها مليون خط مهمة جدا دي اصغر بكتيريا وما فيهاش اصلا سيلوول البكتيريا الوحيدة اللي ما فيهاش سيلوول خمس حاجة الريكيتسيا والكالميديا ودول انتراسيولي اللي اللي بايش جوه الخلايا تمام يبا هم خمس انواع فلامينتوس بكتيريا انتو بايدك بريديوسر زي بتطلع مضادات حيوية تاني نوع الترو كوكاي او الترو بكتيريا اسف الترو بكتيريا ولينا فيها الحكاية تالت نوع السبايروكيتس خمس نوع المايكو بلازمة ودي ام سكيو مهمة جدا ما فيهاش سيلوول هناخدتها بالتفصيل في السيلوول والريكيتسيا نبدأ بالمهمة او خلاص احنا محتاجين دول عانيون فقط نبدأ بالمهمة دي او نتكلم عن المهمة البكتيريا يا ولاد بقسمة عن حاجتها ترو بكتيريا دي بقسمة عن حاجتها كوكاي يعني ايه كوكاي بقى مدورة وبسللايا يعني شرطة وبادي لو كوكاي بقسمة وبابسللاي يقسمة بقسم كوكاي C يعني بكتيريا زارقة لونها أزرق و gr assuming يعني بكتيريا حمراء لونها أحمر والباصلال جرام بوزيتيف بكتيريا لونها أزرق وجرام نيجاتيب بكتيريا لونها لونها أحمر يا شباب نكمل التأسيمة دي يا أولاد جات من إيه؟ والله يا أولاد في مرة كده زماني يعني في قهوة العلماء قهوة العلماء دي كانت في الستينات كده في أوروبا يا أولاد كانت موجودة هناك وأنا كنت موجود وقتها فعلا في قهوة العلماء وحصلت حكاية شهيرة يعني لسه العلماء بيتحقوا فيها على القهوة دي لحد دلوقتي جات نين علم منهم سرغة جرام دي نشرحها في العمل إن شاء الله بالتفصيل ولكن جاء علم منهم وللعلم ليكو يا أولاد لله يعني أن زمان الطب ده ما كانش شغلانة الطب ده كان الناس بتشتغل الصبح يعني تشتغل تجار الصبح مثلا يخيط مثلا حاجات يعمل قماش تاجر قماش وهكذا ويجي بعد الظهر كده وبعد العصر يقعد على قهوة ويقعد يفتف الطب شوية يعني مثلا اللي اخترع أو اللي اكتشف البكتيريا دي العلم ليفن هوك ده كان تاجر قماش بس كان تاجر قماش غني يعني حد تقيل كده في المهنة وكان بيغزل القماش للملوك ويزعت مرة هو بيغزل القماش ده تحت الميكروسكوب للملوك فاكتشف ان فيه ايه كائنات صغيرة بتتحرك كده وبعدين اكتشف ان هي دي البكتيريا وهكذا فاولاد الطب فعلا ما كانش شغلانة هم كانوا بيشتغلوا شغلانة من اجل الحياة وبعدين يجوا يعودوا يفتوا في الطب فذات مرة في الستينات دي وانا قاعد على قهوة العلماء في اخر شرح هناك كده في اوروبا جاء العلماء يا اولاد اختلفَ ماحلها؟ يشاعريني يقسموا تريب الالبكتيريا الثانين قاموا يفرحه الفارحان انتИ قال انه انا قسمت البكتيريا قال له والله ما قال له أنا أقسمتها ما قسمتها بclass me في commander بص shouldn't have a scribe أوفل بداخل آخر HD female رأيت بكتيريا آخر مسميت Bas headaches وبالتالي قال لي صاحب نقسمت البكتيريا على حسب الشكل أجب بكتيريا وأرى سأبقي ميكروش والله لو البكتيريا مدورة بداخلتiana بسميها داخل vez أيضا في شكل شرط الإحداث بس الله والراجل ده خلص كلامه بس صاحبه معجبوش الكلام وقال له لا يا عم انت بتهزر التقسيمة الغلط دي انا مقسم البكتيريا برضو تقسيمة مبارح احسن من دي فقال له مقسمها ازاي قال له والله العظيم انا بجيب البكتيريا وباسبغها بسبغة اسمها جرام هناخد السبغة دي تفصليا بعد كده بخطوات السبغة دي باسبغها بسبغة وببص عليها تحت الميكروسكوب فبلاقي بعض البكتيريا خدت اللون اللي ازرق بكتيريا يعني لونها ازرق فسميتها جرام بوزيتيف ولقيت بعض البكتيريا خدت اللون الاحمر فسميتها جرام نيجاتيف وبقول له لا دي التقسيم الصح وصاحبه مصمم ان دي التقسيم الصح والاتنين يا ولاد صحبيوتهم بكت عن محك وهيفقدوا يعني وهيتخنقوا وبتاع اه وانا كنت قاعد من بعيد كده من متابع وقتها برضو كنتاني مهتمة بالطب وكده فكنت قاعد كده على التربزة اللي جنبهم متابع وبتاع فده مصمم لأ والله العظمية البكتيريا بتتقسم لكوكاي وبصلاي دي دايرة ودي شرط وده لأ يقول له البكتيريا بتتقسم بكتيريا زرق وبكتيريا حمراء وفعلا كان هيقوم ويتخنقوا كده على مجيئة مين مجيئة الراجل الاهواجي برضو كان ليه في الطب اه فايه كعادة الاهواجية كده بيقف يسمع شوية ايه اللي بتقال فقال لهم ايه باشا انت مختلفين علي ايه فقال لهم والله ده اشتكال وقال له انا امبارع كنت بقسم البكتيريا ويجبت البكتيريا وبصيت عليها تحت الميكروسكوف لقيت في بكتيريا مدورة سميت كوكاي يعني البكتيريا المدورة ولقيت في بكتيريا الشرط سميت بصلاي البكتيريا الشرط فسمع منه وقال له كلام جميل ومحترم اه صاحبك التاني ايه الحوار فصاحبه التاني قال له والله عزمان اجبت البكتيريا وصبغتها بجرامستين فلاقيت في بعض البكتيريا لونها ازرق فسميتها جرام بوزيتيف يعني لونها ازرق وبعد البكتيريا لونها احمر سميتها جرام نيجاتيف والتنين مختلفين فالأهواجي خلاص قال لهم بسيطة آآ ودي بقى تقسيمة الأهواجي الراجل الهواجي اللي حلل لهم المشكلة ده قال لهم خلاص بسيطة يعني بسيطة هنراضيكم هنحل المشكلة قالوا هتعمل ايه قال لهم بصوا والله العظيم من هجيبوا البكتيريا دي وبص عليها تحت الميكروسكوب لإما هلاقيها مدورة يعني أسميها كوكاي لإما إيها شرط فأسميها باصلاي فالرجل الأولين ده وشه نور كده وفرحه بتاع أنه هو خلاص الرجل اللي حواجده نصفه فالتاني زائل فلسه يعترض قال له ده بس كده حاجة ما تتوترش يعني وعمل إيه قال له خلاص أنا هجيب الكوكاي دي ثاني بعد ما لقيت البكتيريا دي مدورة هزبغها بالسلغة بتاعتها فهلاقي فيها البعض لونه أزرق فهسمي جرام بوزيتف والبعض لونه أحمر فهسمي جرام نيجاتف والبعض لونه أحمر فهسمي جرام نيجاتف فالتاني برضو ده فرح والتنين اطرادوا يا أولاد ويروحوا صحابه وبتاعه وأنا صراحة كنت قاعد مصود جدا من يعني من يعني من يعني الرجل اللي هواجي يصالحهم على بعض وبتاعه وإنما داركه أسعي يعني وزي ما بتتقال مش عارب بتتقال ازاي التساع ما داركه وإن هو فعلا حل المشكلة دي وفعلا أنا وقفت سقفتي اللي هوجده أنه هو خلاص إيه ده حل المشكلة ما أنا فعلا بسيطة أنا هجيب البكتيريا وأبص عليها تحت الميكروسكوب والله هلاقيام دورة لشرط بعدين أسبغ البكتيريا المدورة دي بعض من البكتيريا المدورة دي هيأخذ اللون اللازرق والبعض هيأخذ اللون الأحمر فهسمي اللي أخدت اللون اللازرق جرام كوكاي البكتيريا المدورة اللي لونها أزرق بسيطة طب اللي أخدت اللون الأحمر أسميها جرام نيجاتيف كوكاي البكتيريا المدورة اللي لونها أحمر وهاجي للبكتيريا الشرط دي وبرد أسبغها هلاقي بعضها خد اللون اللازرق وبعدها خد اللون الأحمر اللي خد اللون الأزرق أسميها جرام بوزيتيف بسيطة طب اللي البكتيريا الشرط اللي لونها أزرق واللي خدت اللون الأحمر أسميه جرام نيجاتيف بس اللاي البكتيريا الشورط اللي خدت اللون الأحمر واللي اتنين يا ولاد رواحه مرضين وهكذا وان شاء الله بقى يا ولاد لما نصل للستريبتو كوكاي وهكذا هو قل لك ان فعلا كان فيه برضو عالم قسم للستريبتو كوكاي تقسيمه معينة ولكن بعد ما روح ناس التقسيمة دي في جيبه فامراته بتفتش وراه كالعادة يعني فلقت التقسيمة دي ولقت بعض المعلومات فقسم التقسيمة تانية واللي اتنين بدأوا ويختلفوا وبتاع وفعلا ان ولاد كانوا يطلقوا وبتاع وبردو كانت المشكلة يعني كان الراجل ده ساكن في الشقة بتعطفوا قهوة العالماء ويحكي لكم الحكاية وقتها ان شاء الله وزاي حلينا المشكلة دي المهم يا شاء الله بنرجع تاني الترو بكتيريا بتتقسم لكوكاي وبتتقسم لباس اللاي والله هنبص تحت الميكروسكوب قدل كوكاي وقسمها باس اللاي والراجل ده قسمها كوكاي وقسمها باس اللاي فجصح بقال له لأ أنا قسمتها بسبغة والله بعض البكتيريا هتاخدوا اللون الازرق وبعض البكتيريا هتاخدوا اللون الاحمر وبردو حكاية السابغة دي ليه البكتيريا دي تاخدوا اللون الازرق وليه البكتيريا دي تاخدوا اللون الاحمر والبكتيريا دي اصلا كان لونها احمر قبل كده ليه سبت اللون الاحمر ورحت للون الازرق والحاجات ده كلها يعني برضو لها حكاية وقتها هنقول هنقولها فوقتها واختلا بدأ اختلفوا مع بعض فجر الراجل اللي اواجي قال لهم ايه باشا وانتوا هوا مختلفين لإما تأخذ مدورة فسامتها كوكاي لإما شرط فسامتها بسلاي طب ايه يا عم انت؟ اللي هو صاحبه انت مختلف على ايه قال له والله برضو انا جبت البكتيريا وجدت سبختار سابغة فلإما هتطلع لون هازرق أو هتطلع لون هاحمر فاللون هازرق سامتها جرام بوزتيب واللون هاحمر سامتها جرام نيجاتيب وده مصمم يقسم البكتيريا على تقسمته وده مصمم يقسم البكتيريا على تقسمته فالرجل الاهواجي برضو كان مهتم بالطب وكان درس طب فقال لهم خلاص موضوع بسيط انا هجيب البكتيريا دي وحطها على الشريحة وبص عليها تحت الميكروسكوب لما بص عليها تحت الميكروسكوب هلاقي في بعضها لونه شكله دايرة وبعضها شكله سورط فاللي شكله دايرة دي هنسميكه كاي زي ما الراجل فوق قال واللي شكله سورط هسميه بصلاي زي ما العلم اللي فوق ده قال فالرجل الثاني كان لسه هيزعل كده فقال له خلاص ما زعلش من البكتيريا اللي طلعت مدورة دي هزبغها بعضها هيطلع لونه ازرق وبعضها يطلع لونه احمر انت سميت اللونه ازرق جرام بوزيتف اه قال له اه فقال له خلاص انا هسميها جرام بوزيتف كوكاي يعني البكتيريا اللي في شكل دواير بس لونها ازرق وهسمي التانية جرام نيجا في كوكاي البكتيريا اللي في شكل دواير بس لونها احمر تمام طبو الباصل لاي والله الباصل لاي برضو ليهاش بكتيريا الشورط دي هجيبها واسبغها. بعضها هياخدوا اللون الازرق فاسميه جرام بوزيتيف باسل لاي البكتيريا الشرط اللي واخدى اللون الازرق. وجرام نيجاتيف باسل لاي البكتيريا الشرط اللي واخدى اللون الاحمر واللي اتنين اتراضوا وروحوا ياولاد مبسوطين. اه وجات لنا التأسيمة دي احنا بقى الخلاص بقتها التأسيمة بتاعة البكتيريا. الحصة خلصت شوية اجزامبرز بس كده سريعا. الحصة دي اولاد كابيزيكس مهمة. اه لو جيت رسمت لحضرتك واقول لحضرتك سميني البكتيريا دي. طبعا طبعا لازم حضرتك تقول لي ان دي دي بلو كوكاي. ليه كوكاي? لانها دايرة. ليه دي بلو? لانها بيرز. طب لونها اي حبيبي تقول انها جرام بوزيتيف دي بلو كوكاي. ليه جرام بوزيتيف? لان لونها ازرق. طب ليه دي بلو? لانها بيرز اتنين. طب ليه كوكاي? لانها دواير. تمام طب لو جيت قلت لحضراتك انها عاملة كده في شكل سبحة تقول له والله دي لونها عامل ازاي اول حاجة حضراتك بصيت عليها لونها عامل ازاي لونها ازرق يعني جرامبوزيتف تمام دوائر ولا شرط ولا قامة ولا ايش دوائر يعني كوكاية شكل الدوائر ده في الترتيب عامل ازاي سبحة يعني ستريبت يعني دي لما جيب لك دي اقول لك دي شكلها ايه تقول اللي جرامبوزيتف استريبتو كوكاية طب لو جبت لك دي كلاستر تجمعات عن قود اينا بتقول له والله لونها ازرق اه في يوبا جرامبوزيتف ايه ده دوائر اه يعني كوكاية مترتبة يعني اول حاجة بصيت على اللون لونها ازرق يوبا جرامبوزيتف شكل البكتيريا ازاي دوائر يعني كوكاية الترتيب بتاع البكتيريا ازاي زي يعني قود اينا بتجمعات يعني ستاف ستافيلو كوكاية طب لو جيت لحاجاتك كده بكتيريا عاملة كده ايه ده لون احمر اه يعني جرامبوزيتف بكتيريا شرط ولا دوائر شرط يعني بص الله مترتبة ازاي بشكل سبحة يوبا ستريبتو بص الله هكذا تمام طب لو جيت لحاجاتك وقلت لك بكتيريا في عامله كده يعني ديبلو كوكاية ليه؟ لانها دايعة ليه ديبلو لانها اتنين لسين في بعض زوق طب علي كرامبوزيتف ولا نيجاتيف? قوم بكتيريا ليه بكتيريا احمر اما لو قلت لك كده ولله ايه دى لون ازرق يعني شكلها ديبلو كوكاي طب لو جيت Cu сделал vardı كده بكتيريا عاملة كده جرام بوزيتف ولا نيجاتيف اللون ايه يا شباب اللون احمر يعني جرام نيجاتيف طلب البكتيريا مدورة ولا عصيوف مدورة يعني كوكائي سبحة وانا مش سبحة سبحة يعني ستريبتي كوكائي وباسمه جرام نيجاتيف يعني لون احمر ستريبتي كوكائي اللي فشكل سبح تمام طيب لو قلت aph كرسيم لي جرام بوزيتف ستريبتو باص الله. ستريبتو باص الله. حركة رسمها ازاي? والله انا معي ألمين. ألم أحمر و ألم أزرق. قدام حضرتك مكتوب ايه? والله يا دكتور مكتوب جرامبوزيتف. يبقى همسك الألم الأزرق. هرسم بالألم الأزرق. قادي الألم. الشكل بتاع البتيريا يا دكتور. الشكل باص الله يعني شرط. قادي شرط. الشرط دي ترتبها ازاي سبحة. فهذا شرط ترتبها سبحة. لونها أزرق. يبقى دي هسميها جرامبوزيتف. قادي جرامبوزيتف لأن لونها أزرق. شرط. قادي باص الله. سبحة يعني ستريبت. طيب لو جيت قلت لك ترسم لي جرام نيجاتيف. دي بلو كوكاي. والله هادي ألمين. أحمر و أزرق. أمسك أله لون. هي بوزيتف ولا نيجاتيف نيجاتيف. يبقى أمسك اللون الأحمر. قادي اللون الأحمر. هي كوكاي. قادي دواير. الدواير دي مترتبة ازاي? مترتبة في شكل دي بلو. في شكل زوج. يعني كده. كل دايرتين مع بعض زوج. بس الدايرتين لونهم أحمر. ليه لأنها جرام نيجاتيف? هكذا. تمام يا شباب? هكذا. ناخد كمان مسالين. لو قلت حضرتك جرام. نيجاتيف. لكتو بس اللاي. كالعادة جرام نيجاتيف. أمسك الأحمر ولا لأ أزرق؟ الأحمر. هادي الأحمر. بس اللاي يعني ايه? يعني شرط. الشرط دي شكلها ازاي? والله هي تشين بس فاة تفرعات. لكتو بس اللاي تلسلة فقط تفرعات. فلما اجا اقول لك سمي دي. والله هي لونها أحمر يعني جرام نيجاتيف. هي شرط يعني بس اللاي. شكل تفرعات كده يعني لكتو بس اللاي. تمام وهكذا يا أولاد. لو جيت قلت لك جرام نيجاتيف. استفيلو كوكاي. ولو ان ما فيش حاجة كده. ولكن للمثال يعني. جرام نيجاتيف استفيلو كوكاي. أمسك الأحمر ولا لأزرق. مكتوبة بالأزرق. لكن هي جرام نيجاتيف. يعني ارسمها بالأحمر. ها دي الجرام نيجاتيف. استفيلو كوكاي. كوكاي يعني دايرة. بكتيريا دايرة. ولكن مترتبها في شكل عنقود. عنقود. في شكل كلاستر. تجمعات. اهي. كده. ثمي دي. والله يا دكتور جرام نيجاتيف. ليه جرام نيجاتيف? لانها لونها أحمر. كوكاي والله بصلاحي كوكاي. طب مترتبها ازاي في سورة استفيلو كوكاي. وهكذا يا شباب. نباحنا يا أولاد النهاردة تكلمنا عن. بروكاريوتس ويوكاريوتس. قلنا المايكروبيلج الاول هو العلم المهتم بدراسة الكائنات الصغيرة المايكروورجانيزمس. المايكروورجانيزمس لما بصينا تحت الميكروسكوب لقينا والله في كائنات فيها نوايا حقيقية. سمناها ايوكاريوت. ليها نيوكلير ميمبيرين وهكذا. وكائنات لسه أولية النوايا سمناها بروكاريوت. وقررنا ببيرهم من حيث الصغيرة وشوية حاجات كده. بعدين اخدنا المورفولج بتاع البكتيريا. قلنا ان البكتيريا لو شكلها دايرة بسميها كوكاي. نجيب ورقة جديدة. البكتيريا والله لو شكلها دايرة. بسميها كوكاي. وكوكاي دي كنت بقسمها. لو دايرتين في بعض بسمهم ديبلو. لو عاملة سلسلة سلسلة باللاتينية يعني ستريبت. بس السلسلة دي مكونة من داير. فبسميها ستريبتو كوكاي. لو عاملة شكل عنقود يعناب او كلاستر كده فبسميها استفيلو كوكاي. استفيلو يعني كلاستر او يعني عنقود يعناب وبس هي شكلها داير فاستفيلو كوكاي. اما لو البكتيريا دي شرط فبسميها باسللاي. والله الباسللاي دي محتاج منها اتنين مهمين قوي. لو اتنين عاملين كده سلسلة بسميها سلسلة يعني ستريبت فبسميها ستريبتو سبحة. او يعني شرط بس فيها تفرعات. آآ تالت حاجة كانت الفيبريو. والفيبريو دي محتاج منها قماش يبدو خلاص. آآ بعدين من اسمها حلزونية. عاملة زي الحلزون. اللي هي بتاعة مرض الزهري. آآ واخيرا كان في برضو بكتيريا حلزونية. وبعدين بتاع البكتيريا. قلت ان رقم واحد ان البكتيريا احتمال تكون بتطلع لانتي. بتطلع لانتي بايتك. ممكن تكون بكتيريا. وقلنا ان بكتيريا دي والله العظيمين الاتنين كانوا مختلفين. فقسمناها الكوكاي وباسل لاي. والكوكاي دي بعد كده قسمناها لجرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. يعني ازرق ونيجاتيف يعني احمر والباصلاء قسمناها برضو الجرام نيجاتيف. احمر وجرام بوزيتيف. آآ تالت نوع كان نفس اللي فوق السبايروكيتس. برضو البكتيريا الحلزونية. آآ خمس نوع المايكو بلازمة. ودي قلنا فيها مايكو بلازمة. قلنا فيها امسكوام هم جدا. لقلناها المرة الجانة. عايش سيلول. ولو اننا قلناها المرة دي. واخيرا الريكيتسيا. الريكيتسيا والكلاميديا. آآ ودولا انترا سير. لازم جوة الخليل. ان شاء الله المرة الجانية نبدأ في الشابتر الثاني من الكتاب. او من المذكرة. آآ شرح السيلول. آآ والسيل ممبرين والكابسولز والحاجات ان شاء الله. بتوفيه يا شباب.